فالنهاردة حلقتنا في الجزء الأول بمجموع من الأخبار الحقيقة معنا خبرين ثلاثة هما الأهم على الساحة ولكن فقرتنا الحوارية النهاردة هي في المحور الأول اللي قلت حضراتكم عليه وهو دعم أبطلنا الأولمبيين ما بلق بلق أبطلنا الأولمبيين دول بيرعاهم النادي الأهل أيوة النادي الأهل الحقيقة لتاريخ كبير في اللعبة الأولمبية أو دعم الحركة الأولمبية المصرية وكان أخيرا طبعا دكتورة جيانا فاروق لعبية الكاراتي في النادي الأهل واحد يعني رموز الكراتي في مصر واللي نجحت الدورة اللي فاتت انها تفوز بالبرونزية في الألعاب توكيو 22-20 ودايما النادي الاهلي بيساهم بأبطاله النهاردة النادي الاهلي مشارك بخمس لاعبين في ألعاب القوة ايوا زي ما بقول لكم كده في خمس لاعبين من ألعاب القوة ولادي النادي الاهلي سنوات طويلة بيشاركوا في الأولمبيات يا رب يا رب كلهم نتمنى ليهم انهم يحققوا ميداليا أولمبية يعني الخمسة مين وهيكون معانا مين النهاردة عندنا أهب عبد الرحمن نجمنا الكبير في رمي الرمح واللي شارك في ألعاب القوة كذا مرة وشارك في طول دقات العالم يعني إهاب من اللعيبة ذات التاريخ الكبير جدا أو لعيبة أصحاب التاريخ الكبير في رمي الرمح معاه في رمي الرمح كمان مصطفى الشريف لعب ناشئ طالع بقوة جمدة جدا والحقيقة النادي الاهلي بيرعاه برضو زي ما بيرعى أهب عبد الرحمن برضو مشارك في اللمبيات تتمنى ليهم التوفيق في الرمح طب ها نروح للجلة عندنا لعبنا الكبير محمد مجدي حمزة أحد نجوم مصر والعالم في رمي الجلة عندنا رمي المطرقة أو بالمطرقة بيسموها المطرقة على طول مصطفى الجمل نجم كبير جدا جدا في المطرقة واللي بيشارك في اللمبيات والخامس طبعا وختمها مسك إسراء طبعا الحقيقة إسراء أويس لعبتنا اللي نجحت بشكل كبير الفترة اللي فاتت في أنها تظهر وتوقع عليها الدكتور ياسر داود رئيس الجهاز إنها هي هتبقى من أحد الأبطال اللمبيين القادمين وصدق معانا الحقيقة دكتور ياسر داود الكلام ده كان من ثلاث سنين بيكلم عن إسراء وإسراء استضافنا وهي صغيرة في السن جدا وكانت لسه يعني محطمة رقم الجمهورية أو رقم المصري في مطرقة الجمهورية ولكن برد دارة الأيام هي النهاردة وإسراء بتشارك في الأولمبيات أولمبيات باريس عشرين أربعة وعشرين هيكون معانا كمان رئيس الجهاز إسراء مش معانا لعندها ظروف تتعلق بالإعداد للأولمبيات ولكن هيكون معانا الأربع لعبين التانين يعني هيكونوا موجودين معانا على شكل فقرات والفقرة الختمية هيكون مع دكتور ياسر داود رئيس الجهاز عشان نتكلم إنه دي ساعد اللعبة دي إزاي اللعبة دي استعدت إزاي بخلال اتحاد على لعاب القوة هل اللعبة دي منتظر منها أنها متوقع لها أنها تنافس اللي بيوصل نهايات في الأولمبيات يعني النهاردة لرمي الرمح لو وصلت من التمانية الكبار دا إنجاز كبير يعني مش مجرد أن أنت خدت مديليا بس هو الإنجاز لأن أنت توصل من أفضل التمانية رميين رمح في العالم أو من رمال رمح في العالم دا إنجاز ما بعده إنجاز وعايز أقول لكم أن الأولمبيات بتبقى في علعاب القوة أقوى بمراحل من بطولات العالم الأولمبيات أقوى بمراحل من بطولات العالم كل اللعبة في العالم بتستعد والتارجة الأساسي لها الأولمبياد فالمنافسات في التورة العالم بيكون أضعف بكثير جدا يمكن 50% من القوة بالنسبة للأولمبياد وده بنظرة متابع متابع جيد لهذه الألعاب إن شاء الله الأربع ضيوف أو الخمس ضيوف هيكونوا معنا هاب عبد الرحمن مصطفى الشريف محمد مجدي حمزة ومصطفى الجمل ودكتور ياسر دول دول هيكونوا معنا في الفقرة التالية